وتحت ميزلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة اختتمت القافلة العلاجية بنجع الشيخ جراد التابع لمركز دراو بأسوان أعمالها تم خلال القافلة صرف العلاج مجانا لتسعمائة وثلاثة وعشرين شخصا وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لمدرية الصحة وقدم أهل القرية شكرهم لرئيس عبدالفتح السيسي لجهوده واهتمامه بصحة المواطن المصرية النهاردة معنا أكثر من عشر تخصصات طبية مختلفة النهاردة معنا مع مليك كيميا الدم والطفيليات معنا الصيدلية اللي بتضم أكثر من 130 صنف مختلف من الأدوية النهاردة معنا كمان جهاز الأشعة التشخصية اللي بنشخص بيها اشتباهات لحالات الكسور وإذا تم الأمر أن احنا ممكن نحول على قارب مستشفى معنا مستشفى دراو المركزي معنا مستشفى جامعة أسوان ومعهد أورام أسوان قافلة موجودة هنا مجاني والتذاكر مجاني والعلاج مجاني وطبعا التخصصات كلها مجاني من غير أي مقافل كل حاجة هنا بالمجان وعلاج وكشف ومعمل وكل شيء بالمجان اشتركوا في القناة